بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الفضلاء الكرام هذه دقائق مع اسم الله تعالى الستير الستير من الستر والستر الإخفاء وقد يأتي الستر بمعنى المنع كما في الحديث من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار والستير ورد في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذلك في حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يغتسل وذلك بالنهار بغير إزار فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والست فإذا اغتسل أحدكم فليستتر إذن الستير سبحانه وتعالى هو الذي يحب الحياء والستر وقد اشتهي رسم الستير عند بعض الناس بأنه الستار حتى تسمى به أناس بالإضافة إليه وهو إن كان قريبا في المعنى إلا أنه لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إذن الستر أو الستر تغطية الشيء ومنه السترة ما يستتر به والاستتار الخفاء أو الاختفاء وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران سبحانه وتعالى وهو سبحانه ساتر يستر على عباده كثيرا فلا يفضحهم في المشاهد كذلك يحب من عباده أن يستروا أنفسهم وأن يستروا على أنفسهم وأن يجتنبوا ما يشينهم والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم إذن الستير فعيل بمعنى فاعل أي من شأنه ومن إرادته أن يحب الستر والصيانة ولهذا قال إن الله حيي ستير يحب الستر وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل الله تعالى ويدعو ربه بالستر والستر كما عند أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن أغتال من تحته الستير يستر على عباده فلا يفضحهم الستير يحب أن يستتر العبد إذا وقع منه ما يغضب ربه جل وعلا ثم إنه سبحانه وتعالى قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون هذه عقوبة من جاهر بالمعصية أو من فضح من ارتكب المعصية وفي الحديث كل أمة معافا إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عمل ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه إن هذا العمل يستوجب العقوبة عياذا بالله فمن استتر في هذه الدنيا فهو حري أن يستره الله تعالى يوم القيامة والله تعالى يقول لعبده المذنب إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم سبحانه والستير يحب من عبده أن يستر على عباده كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ومن ستر مسلم ستره الله يوم القيامة إذن الستير لا يحب من العبد أن يتتبع عورات المسلمين وأن يكشف عورات المسلمين وأن يفضح عباد الله المؤمنين لأن الستير جل وعلا لا يحب هذه الفضيحة وإنما يحب من عباده النصيحة والنصيحة أفضلها وأحسنها ما كان سرا يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم فإن من اتبع عوراتهم تبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في بيته أو يفضحه في بيته إذن هذا المعنى ثابت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في بيان أثر هذا الستر وما يجب على العبد أن يتخلق من صفة الستر على نفسه وعلى الخلق نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يسترنا في الدنيا والآخرة إنه سبحانه وتعالى الستير وهو بكل جميل كفيل والحمد لله رب العالمين